أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة إلى جانب الاستثمارات الحالية داعيا الشركات إلى عرض خطاطها للعمل في مصر جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية في قطاعات مختلفة حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة والعمل كذلك على تدليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات